ننضم إلينا من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد يعني كريم كيف استجابت المؤسسات لدعوة تبون مساء الخير صراحة جميع المؤسسات في الجزائر سواء كانت عمومية أو خاصة استجابت إلى قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيم هذه الوقفة الرمزية كدقيقة صمت على أرواح شهداء مجازر السابع عشر من أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين هذه الذكرى الأليمة التي يحييها الجزائريون اليوم في ظروف خاصة أيضا في ظل توتر العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا إثرى يعني تشكيك الرئيس الفرنسي بتاريخ هذه الأمة اليوم مجلس الأمة كنا حاضرين هناك في مجلس الأمة وهو ثاني أكبر المؤسسات في الدولة الجزائرية أين شهدنا على انطلاق هذه الدقيقة للصمت والكل كان حاضرا في باحة مجلس الأمة من أجل الوقوف دقيقة الصمت أيضا كانت هناك صافرات للباخرات ودوت سماء الجزائر التي رصعت وزيزينت شوارعها جميعها بالألوان الرأي الوطنية وبالعلم الجزائري علم الشهداء الذي استشهد من أجله خمسة ملايين وستمائة ألف جزائري وبالتالي اليوم هذه المجزرة الخاصة وهذا التاريخ هو تاريخ يوم المهاجر الذي تحتفي به الجزائر هو ما هو إلا ربما قطرة أو قطرة واحدة من بحر المجازر والتصفية والتقتيل الجماعي الذي عانت منه أو عانى منه الشعب الجزائري في هذه الفطرة والحقبة الاستعمارية نعم صلاح طب كيف نظر الجزائر هنا أقصد على المستويين السياسي أو الشعبوي للاعتراف الفرنسي بهذه المجزرة فرنسا الآن حسب تحليلات العارفين وخاصة المراقبين لأشؤون والعلاقات الثنائية ما بين الجزائر وفرنسا يؤكدون بأن إيمانويل ماكرون بعد سقطته الأخيرة وتصريحاته التي أساءت كثيرا لمؤسسات الدولة وساءت أيضا للرئيس تبون وأساءت إلى الشعب وتاريخه وأمته يحاول أن يتدارك هذه السقطة وأن ربما يحول الأنظار نحو قلب صفحة جديدة بالاعتراف لأنه كان أول رئيس يعترف بأن هذه المجازر لم يكن لها داع وأنها وحشية وأول رئيس أيضا يشارك في إحياء هذه الذكرى بالتالي اليوم يرون بأن هذا الأمر يخص فرنسا ويخص ماكرون لكن ما يخص الجزائريين هو تجريم هذا الاستعمار ومطالبة فرنسا بكامل الحقوق التاريخية التي لا تسقط بالتقادم وخاصة وأن مجازرها كبيرة وأن جرائمها ضد الإنسانية لا تعد ولا تحصى بداية من التفجيرات النووية والتقتيل الذي كان في حق قبائل بحد عينها لم تترك منهم فرنسا شيئا ومجازر الثامن ماي وكلها شاهدة على العصر وخلف مقام الشهيد وهو واحد من بين النصب التذكاري الذي يخلد هذه الذكرى اليوم الجزائريون يحيون هذه الذكرى بألم كبير لكن أيضا باعتزاز لأن الجزائري مهما كان هنا داخل الجزائر أو خارج الجزائر سواء كان في فرنسا أو في أي بلد في العالم يسكن وطنه قلبه ويتضامن مع قضيته ليس فقط لحظر التجوال الذي كان في الخامس أكتوبر 1961 وإنما من أجل التمييز الذي كان لمطالبة بالاستقلال وهو الذي تم مواجهته بمجزرة 300 جزائريين ألقوا بهم مكبلي الأيدي في نهر السين وشاهد من شواهد العصر هو سان جسر سان ميشال يقول ذلك وحتى المؤرخون الأوروبيون يؤكدون بأن أفضع مجزرة في حقي تظاهر سلمية حدثت في تاريخ أوروبا الغربية كاملة شكرا كريم قندولي مراسل الغد كنت معنا من الجزائر متابعتها اليوم وغدا